موسيقى فأنا حبيت أعبر عن هذا الموضوع بأغنية يعني بدي أقول لهم أنه عبروا لأنه الحياة يعني حياة يعني مش مستاهل الواحد هالأد يخبي مشاعره بس فيدبك كان رائع للألبوم بدي أترك وغنية صهرانا أنا صهرانا من سنتين تكلمين عنهم باقصة الاتنين في وقت واحد صح الحمد لله يعني ألبوم بعد عطرة تشوف أنا بس نزلته ما كنت متأملة يعني أنه أنه كل الأغاني تاخد صدا بصراحة لأنه اليوم إحنا بعصر الأغنية الهيت مش بعصر الألبوم بصراحة والناس اللي بتنزل ألبومات هي بالغالب أوردي هم صرهم سنين بالفن والناس تنتظر لهم الألبومات فإحنا لازم يعني نروع حالنا شوي ونعرف أنه نحنا أوكي ناس بتحبنا بس مش لدرجة أنه الواحد يفاجئ الناس بألبوم ولكن الألبوم أنا ربحته من ذا فويت كان المفروض أنه أنا أعمله فأنا اشتغلت على اشتغلت عليه كله بصراحة ولو إني في بعض الأغاني أنا كنت عارفة أنه هي مش روح تاخد حقها بس الحمد لله يعني اتفاجأت أنه الأغاني كلها نسمعت صح فيه إشي أخذ حق عن إشي بس الحمد لله الأغاني نسمعوا والناس حبتهم والفيد باك كان جيد نوعا ما فالحمد لا بس بيشة لأغنية صهرانة أنا طبعا وبعده عترك وكثير وإن شاء الله يا ربي هلأ الأغنية الجديدة تاخد حقها نداء العروض التمثيلية دائما بترقفوديها خصونا أنا تعرض عليك أن أنت ممكن تمثلي ومع احتفاظ في البروكة مثلا كبديل للحجاب أنت رفضها ليه بقى هلأ أنا بشوف يعني التمثيل كفكرة بشكل عام يعني لازم 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 الدور اللي هاخده في أي حاجة لازم هو يعني يكون يعني بيخدمني وبيخدم شكلي يعني مش أنا اللي أخدم الدور بصراحة أنا بدي الدور هو لي يخدمني يعني الدور هو بيشبهني مش أنا اللي عم بشبهه يعني عرفت كيف ما بعرف كيف أفسر لك إياها بس لازم يكون مثلا بتنطبق عليه مواصفات نداء يعني أنا مش عايز أغير ولا أي إشي عشان أعمل دور تمثيلي بصراحة يعني لو والدور مثلا بيطلب ست محجبة وتكون من أول المسلسل لآخر ومصلا هو من أول الفيلم لآخر أوكي بحجابه وكذا وهو فعلا بيخدم الدور مش رح أضطر مثلا يعني 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 تكون في مشاهد مثلا ما نحذفها من من الفيلم أو من المسلسل بسبب موضوع الحجاب لا مش مش مضطرة بصراحة من المطرب العرب اللي انت تمنى تعملي معادي ويوم كتير كتير طبعا يعني أنا بحب أستاذ كاظم الساهر بنحب كتير بحب تامر عشور بحب أعمل لغة مثلا مع تامر عشور حلا كل مصر بهاي صفرة عرفت قديش أنا بحب تامر عشور ما بعرف يمكن تامر عشور هلأ متعلق في ذاكرتي يعني كنت أيام امتحاناتي وهيك بدرس على يعني بس مع له بدرس وأنا كنت شوي حزانية فأنه أميلي شوي لتامر عشور بس هلأ يعني مع يعني تعلقت بفنه لإني كتير بحب أسمعه فصار هو جديد وهو صار يرواكب الكل ويعمل أشياء فرحة وهيك فبالضبط صرت أحبه كتير وفي كتير فنانين طبعا يقال على تامر عشور إن هو راعي النكد في الغناء العربي أو الحزن يعني أنت برضو بيتميلي لهذا اللون لا إحنا تشوف إحنا كلنا بالميل لهذا اللون عمزة فعليا لو إنت مثلا تيش تقارن بين أغنية بتفرحك وأغنية بتبكيك إنت بتروح بتصرح مع الأغنية اللي بتبكي لأنه اللي بتفرح بكل إلا وقت معين وخلص وبتنتهي سبيشال الأغاني مثلا اللي بتكون هات يعني ممكن تنسمع وتنحفظ من كل العالم العربي بس تضلها يعني أسيرة وقت معين أما الأغنية اللي دراما بتلاقيها بتعيش مع الناس سنوات وبدليل أغاني الزمن الجميل يعني مثلا كلهم بيميلوا للدراما عن زيد عمرك فكرت بهذا الإشي قدي مثلا أغاني مليانة بحب بس فيها دراما وحشان هيك يعايش إلى هذا اليوم لأنه فيها قصة وفيها كذا يعني يعني معناته إحنا كلنا الشعوب تحب النكد بقى سكوب لجمهور إيرام هنسمع دراجات اللي هي مقرر ننظلة قريبا وهي كلها درجات ونساب من غير حسابات فيها اللي قلبه عايش وفيها اللي قلبه مات وهي كلها ماشية بالعكس ما بينغررها وعزت نفس والقصة ضعت كده بالنص ويعيني يا قلي قلبه حس ترجمة نانسي قنقر